اكد نايب رئيس المجلس العسكرية الانتقالية الفريق اول محمد حمدان حمدتي حسم فوضى تهريب الذهب وقال عند لقائه باتحاد اصحاب مصانع التعدين الاهلي بالقصر الجمهورية اليوم الاربعاء ان عهد تهريب الذهب قد مضى واضاف من اليوم ادارين جرام واحد يطلع بر البلد وطالب اتحاد اصحاب المصانع بحصر حجم الانتاج والبيع لتحديد رؤية تحفظ حق ومصلحة الجميع حاثا اياهم على بيع كافة انتاج الذهب للبنك المركزي بسعر يرضي الطرفين وتوعد بفرض عقوبات صارمة على المخالفين من جهته اكد ممثل وفد الاتحاد علي برسي دعمهم للمجلس العسكري الانتقالي واشادوا باستجابة الفريق اول محمد حمدان حمدتي السريعة لطلبهم بتأمين مصانع وشركات الذهب بقوات الدعم السريع وشيرين الى انهم سيعملون بتنسيق عالي مع المجلس حتى يتعافى الاقتصاد في مجالات تختص بالاقتصاد والتطور الحصل في خلال الفترة الوجيزة وهذه الخطط التي وضعتها الليلة الاقتصادية في مجال توفير السلع الاساسية الدقيق والمحروقات والادوية واكبر انتصار طبعا واضح يدل على حسن السياسة والترتيب هو الانخفاض الكبير في سعر الصرف من 90 جنيه الى 45 جنيه مما يدل على ان هذه السياسات المدروسة والموفقة والمباركة انها ماشى بالنهج المتوقع وان شاء الله هناك كثير من القضايا ما زالت تحت الدراسة وتحت التنفيذ وهي كلها تصب في دعم الاقتصاد السوداني وواضح في هذه الفترة ان كثير من السلع الاساسية اللي كانت عبء سقيل على المواطن ابتدت اسعالة خفض مسائل التموينية والسلع السكر وربضان داخل على الناس في خطة ممتازة جدا في تخفيض الاسعال ماشى بطريقة منسابة ومنظمة ومرتبة